صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسما جاء فيه المادة الأولى ينشأ وسام جديد باسم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي يضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة واحد من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسما ويكون ترتيبه بعد وسام البحرين ويعاد ترتيب باقي البنود تبعا لذلك المادة الثانية تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسما مادة جديدة برقم 4 مكرر نصها الآتي يتألف وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي من درجة واحدة ويمنح للفئات الآتية ألف الطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية والعاملين في الأقسام الطبية المساندة من إداريين وإخصائيين وفنيين ممن قدموا خدمات متميزة أثناء انتشار الأوبية أو في الظروف الطارئة أو الكوارث كما يمنح لورثة من استشهد منهم بسبب أدائه واجبات عمله خلال ذلك باء الأفراد والمؤسسات ممن كانت لهم إسامات وخدمات جليلة في الدعم المادي والمعنوي للجهود الطبية خلال انتشار الأوبئة أو في الظروف الطارئة أو الكوارث إسم بالجهود الطبية